نشرح بإذن الله تعالى متن مختصر يسمى متن الأصول الثلاثة ثلاثة أصول لكي نسأل أسئلة خمسة عندنا أسئلة خمسة السؤال الأول لماذا ندرس التوحيد لأن الله سبحانه وتعالى خلقنا لتوحيد حتى نفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل أي عبادة إلا بالتوحيد لا يدخل جنة لا موحد لأن الله سبحانه وتعالى استقرار الأمن الذي واحد يكون عنده أمن وهداية وطمأنينة فقط جنة لا يوجد بلکه اپلية جگات اپلية دنيات امن سبحانه وتعالى توحيد سخط ضرورت آه ممكن يسألك إنسان يقول هل أنت موحد تقول نعم إذا كنت لا تعرف التوحيد فأنت لست بموحد ثم قد يسألك يقول هل أنت مشرك بعدين ممكن تقول أعوذ بالله أنا لست بمشرك يقول ما هو الشرك بعدين إذا كنت لا تعرف الشرك نقول لعلك واقع في الشرك الأكبر وأنت لا تدري تم مسلمان يعني تم لا شرك بدل ماهيتين آئے من تم مسلمان هونيا چه جه خاتي حد تي شكلا جاتي إذن أهم علم وأول علم هو علم التوحيد تم ماهيت زالا کہ سب سے پهلا اپلية ناجي شكايتس آه تي سب سے پهلی تعلیم اسلام مدد تو حچی تعلیم آئے